الوضع في السوق حاليا الاسعار ما بين يعني لما نتكلم عن اسعار ما بين الخمسة وثمانين الى خمسة وتسعين هذا الوضع صار له تقريبا من من ثلاثة شهور فبلا شك الاسعار السوق قوية لما نتكلم عن مستويات الاسعار هذه السوق قوية يعززها في تعافي في الطلب في الصين في في الوضع امريكية صحيح انه في في تراجع في اوروبا لكن ايضا في وضع اقتصادي جيد ايضا بالنسبة قلت لك عن السالفة الباكورديشن ايضا الباكورديشن موجود وايضا يدليك انه الامدادات اقل من من الطلب ايضا قرارات التخفيض الانتاج والالتزام بقرارات تخفيض الانتاج هذه لها تعزز بالاسعار ايضا مستوى المخزون بصفة عامة اقل من السنوات السابقة رغم البناء الموجود حاليا اه لكن مستوى المخزون اقل من السنوات وهذا ايضا يعزز من مستوى الاسعار الحالية لكن بلا شك هناك عوامل اه ضعف يعني مثل ما قلت لك ايضا المضاربين المضاربين قاموا بحركة بيع لانهم كانوا كان في خوف انه الوضع في غزة ممكن يعني توسيع نطاق يتطور بحيث يعني منتجين اخرين فكان في خوف كبير هذي المخاوف ذهبت زين على الاقل حاليا فبالتالي هذي ادت الى بيع كبير البيع يضغط على الاسعار كذلك بالنسبة لعموما حوامش ارباح المصافي حبطت فايضا هذي تشكل ضغط على الاسعار قلت لك ان حركة المخزون الامريكي شهدت ارتفاع اه بالنسبة حق ايضا زيادة في النفط الصخري الامريكي انتاج الامريكي حاليا في حدود ثلاثة عش فاصلا اه مئة الف بربيليوميا توقعت حتى في الفين واربعة وعشرين هذه كلها يعني تعطي بانه اه بانه هناك يعني اه خنقول درجة تعافي في الاقتصاد وفي الطلب شوية اقل من الامدادات وهذا ما يعني ضغط على الاسعار لكن الان في عاملين اللي هو تقرير اوبك اه يعني هذا كنهاية وتقرير وكال طاقة دولية اثنتهم يثبتون بان الطلب خلال السنة القادمة في الفين واربعة وعشرين سيشهد زيادة يعني اثنتهم رافعوا تقديراتهم للطلب في السنة القادمة وبالتالي هذا عامل تعزيز لكن اه الخلاف في ان وكال طاقة دولية اه تجد بان الربع الاول ربما يشهد بناء في المخزون وبالتالي هذه ايضا جملة من العامل التي تعني تضغط على الاسعار لكن بالجملة الوضع في السوق يعني مطمئن اه قوي الاسعار اه ستظل ما بين الخمسة وثمانين الى الى خمسة وثمانين ربما اكثر اه ما بين ثمانين خمسة وثمانين في الفترة الحالية او في الاشهر الحالية امية الدولار هذه مبنية على افتراض انه يكون في انقطاع في الامدادات الحاليا هذا الهاجز او هذه المخاوف غير موجودة فبالتالي الان غالب الهيئات خفضوا اه اه خلال الفين وارب وعشرين